اهلا وسهلا بكم مرة تانية احنا هنشرح دلوقتي اربع تقنيات موجودين في المواتير العربيات التقنيات دي عبارة عن اختصارات الاختصارات دي هنشرح معنا كل اختصار دلوقتي الاختصارات دي عبارة عن ايه الOHV وده معناها الوفرهيد فالف الOHC وده معناه الوفرهيد كام والوفرهيد كام ده بينقسم له جزئين حاجة اسمها الOHC اللي هو سينجلوفرهيد كام وحاجة اسمها دابلوفرهيد كام احنا هنشرح كل اختصار من دول لوحده على حدة في فيديو لوحده علشان نفهم معناه كل اختصار ايه بالتفصيل عندنا طبعا اول حاجة هنشرحها الOHV اللي هو الوفرهيد فالف وده يترسمة توضحية كده للوفرهيد فالف طبعا الرسمة دي بتشرح غرفة احتراق واحدة وطبعا انا عندي المواتير بيبقى فيها ممكن مطور يبقى غرفة احتراق واحدة فيه مطور غرفتين احتراق فيه مطور ثلاث غرف احتراق فيه مطور أربع غرف احتراق لحد ما بيمثل لمطور ثلاث غرف احتراق احنا دلوقت هنشرح الوفرهيد فالف الوفرهيد فالف ده بيبقى عمود الكماتة فيه موجود فيه السيلندر بلوك موجود في السيلندر بلوك ومتصل بيه الشواكيش عن طريق ما يسمى بالبوش رد بالبوش رد او نراع الدفعة الشواكيش اللي هي الرقر ندية متصلة بالفالفات سواء كان انتيج فالف او اجنوستفاء فالف اللي هو صمام سحب او صمام عادي عندما يتم الضغط على الانتيج فالف مثلا اللي هو صمام السحب بينفتح مصار دخول خليط الوقود الى غرفة الاحتراق وبيرجع الصمام دوت لوضعه الاولاني اللي هو وضع الغلق عن طريق ما يسمى بالنسبيرنج دي او النسبة بعد من كده عندما يتم الضغط على الانتيج فالف اللي هو صمام العادم بينفتح مصار خروج ينفتح المصار ده اللي هو مصار خروج العادم من غرفة الاحتراق الى الهواء الجوي وبيرجع طبعا صمام العادم ده الى وضع الغلق مرة اخرى عن طريق ما يسمى بالنسبيرنج يبقى انا عندي فيه انتبيرنج بترد ليه ثمام العادم اسمها الابنوست انتبيرنج الفالف وفيه عندي انتبيرنج تانية بترد ليه ثمام السحب لوضع الغلق وبتتمى الابنوست انتبيرنج الفالف الابنوست انتبيرنج الفالف وبكده بنكون احنا شرحنا شرحة مبسط جدا للأوورهيد الفالف وشكرا اشتركوا في القناة